بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب العزاء في مقرر Machine Elements Design 1 نستكمل معا شابتر 13 اللي بتكلم عن البلتس بنستكمل معا الفلات بلت درايفز الانواع المختلفة لها وبنلاحظ هنا انه في بعض الاحيان بلتس درايفز وز إدلر بوليز كلمة إدلر يعني زي ساكن يعني بكرات ساكنة ما بتنقل شي قدرة فلو لاحظنا مثلا في الشكل اللي قدامنا حاليا ده بكرة واحد وبكرة اتنين البكرة دي هي اللي أنا بسميها الإدلر بولي لكن ليها وظيفة مهمة جدا وظيفتها الحقيقة بتتركز في حكتين أول حاجة إنه هو بتساعد في عملية التركيب خاصة لو المحور هنا بتاع العمود ده ثابت ما قدرش إن أنا حركه لا Up ولا Down ولا Left ولا Right يبقى بالتالي نفس الحكاية برضو هنا السنتر بتاع العمود ده فبعمل إيه؟ بجيب سير أكبر شوية وبركبه كل سهولة وبعد كده الإدلر بولي دي هي اللي بتبقى قبلها للحركة يعني ببعدها هنا كده في أثناء عملية الفك وبعدين بشيل السير القديم وأركب السير الجديد ومن ثم أقدر أحركها تاني بحيث إنها تضغط على السير في الاتجاه ده ده طبعا هيؤدي إلى إيه؟ ميزة تانية إنه هيزود من الـ Contact أنجل أو زاوية التلامس أو مساحة التلامس ما بين السير والبكرة دي فبالتالي ممكن يديني باور أكبر في عملية إيه؟ نقل القدرة يبقى كده بيسهل في عملية التركيب وكمان بيزود من القدرة المنقولة لأنه طبعا بيزيد من الشد في السير بالإضافة إلى زيادة الـ Contact Angle ما بين السير والبكرة الصغيرة الشكل اللي قدامنا ده ممكن أن أنا أستخدم درايفر واحد مع تلاتة دريفن هنا واحد اتنين تلاتة البكرات التانية دي البكرة دي بتساعد بس في الشد السير وبتعمل عملية توجيه والبكرة دي كمان يعني هنا واحد اتنين تلاتة اربعة اربع بكرات بيبقوا ادلر بوليز او بيبقوا زي توجيه لكن أنا باخد الاوتبوت من هنا من البكرة دي ومن البكرة دي ايضا ومن البكرة التالتة دي بأنا دورت عن طريق الدرايفر ده تلات بكرات لكن استخدمت طبعا الـ ادلر بوليز في توجيه السير وفي زيادة ايضا الـ Contact Angle حوالين البكرات المنقادة ممكن ان انا يبقى عندي compound belt drives يعني السير مثلا راكب على بكرة رقم واحد بيدي لبكرة رقم اتنين وبكرة اتنين على عمود راكب عليه بكرة تلاتة من الجهة الاخرى وبعدين بيدي البكرة اربعة وهكذا ممكن ان انا اكرر العملية اكتر من مرة واتحكم في نسب التخفيض والسرعات الخارجة منه ممكن يبقى بشكل الـ Steped او الكون Police Drive يبقى هنا عندي بكرات باقطار مختلفة اده قطر واحد قطر اتنين قطر تلاتة طبعا لما ركب ما بين السير والبكرة دي السير على البكرتين دول بيديني نسبة تخفيض معينة لو نقلت السير في الاتجاه ده هنا بيديني نسبة تانية ولو نقلتوا ما بين البكرتين الاخيرتين بيديني نسبة تلتة وبكده بتحكم في نسبة التخفيض في السرع نكتفي بهذا القادر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله شكرا